كان من بين الذين شاركوا في هذا الاحتفال وزير الدفاع البريطاني السيد مايكل فالو سيد مايكل أهلا بك في سكاينيوز عربية في البداية ما رأيكم بالمشاركة؟ وهل ترون أن مشروع قناة السويس الجديدة يشكل إنجازاً مصرياً وهدياً من مصر إلى العالم؟ إنه بالفعل إنجاز مصري مهم للغاية فهذا يبرهن ما يستطيع المصريون القيام به من أجل بلادهم ومن أجل العالم ككل فهذه تعتبر من أهم خطوط التجارة العالمية التي تشجع الازدهار والتجارة حول العالم قال الرئيس السيسي أننا نواجه الإرهاب ونحن بحاجة في هذه المواجهة لمشاركة أصدقائنا كيف تقيمون الشراكة المصرية البريطانية في مجال مكافحة الإرهاب؟ نحن نقف جنباً إلى جنب مع مصر في المعركة ضد الإرهاب لقد خسرنا مواطننا بريطانيين مؤخراً على الشاطئ في تونس كما شهدت مصر اعتداءات إرهابية في سيناء ومناطق أخرى وعلى صعيد العملي نحن نشهد المزيد من التعاون بين قواتنا المسلحة فنحن على سبيل المثال نساعد القوات المسلحة المصرية في التعامل مع العبوات الناسفة يدوية الصنع ونضع في تصرفهم خبرتنا في هذا المجال بالحديث عن مواجهة الإرهاب هل ترون أن العلاقات المصرية البريطانية في هذا المجال قد بلغت مستوى جيداً أو أنها ربما تحتاج للمزيد من المشاركة وخاصة على الصعيد العسكري؟ نعم كلنا معاً في هذه المعركة نواجه الإرهاب معاً بالتالي من المهم جداً أن نشارك الخبرات والمعلومات الاستخباراتية حول مواقع انتشار الإرهاب ونعمل معاً لضمان وقف انتشار داعش من المتوقع يقوم الرئيس السيسي بزيارة لندن قريباً ماذا بالنسبة لهذه الزيارة؟ هل ترون أن مسألة الإخوان المسلمين في بريطانيا تشكل عنصراً مهماً في العلاقات المصرية البريطانية؟ لقد قمت مجدداً بدعوة الرئيس السيسي لزيارة لندن التي نأمل أن تتم في فترة لاحقة في هذا العام مراجعتنا حول الإخوان المسلمين ستصدر قريباً ونأمل أن تطمئن دول كمصر بأننا نأخذ التطرف الإسلامي على محمل الجد تماماً كما تتعامل معه مصر ودول أخرى إلى أن زيارة الرئيس السيسي لن تقتصر على مسائل التطرف بل ستبحث الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها لتنمية اقتصاد مصر وكيفية البناء على عملية توسيع القناة لبناء ممر جديد للتنمية الاقتصادية وما مر لتجارة العالمية يمكن لشركات البريطانية المشاركة فيه أيضاً إذن كان هذا وزير الدفاع البريطاني السيد مايكل فلو في لقائه معنا من مقر افتتاح الاحتفال الرسمي لإفتتاح قناة السويس الجديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر